مرحبا وشكرا لمتابعتكم تيك ميشن اليوم رح نحكي لكم عن هاتف انا شخصيا محبه كثير لاني بحب الهواتف اللي بتعطي مواصفات كثير عالية باسعار كثير منافسة اليوم رح نحكي عن واحد من اهم وانجح هدول الهواتف واللي هو شاومي ريدمي نوت 9 برو هاتف بتقدم من خلاله شاومي مواصفات كثير عالية بسعر اقل من 900 درهم يعني اقل من 250 دولار تابوا موسيقى بالشكل الخارجي ريدمي نوت 9 برو انيق وجذاب شاشة كبيرة 6.67 انش وخلفية انيقة من زجاج غوريلا جلاس منحنية من الاطراف ولمعتها جميلة جدا الاطار بلاستيك بس بلاستيك فاخر ومسكته كتير سهلة وما بيزحط ابدا نرجع للشاشة مثل ما قلنا اياسة 6.67 انش بدقة 10.80 وتناسب 20.9 هالتناسب رح يخلي بعض التطبيقات اتقل لكم انه اياسة غير اياسة الشاشة احيانا شاشة IPS LCD مانا اولد هالشي بيفسر انه ما في حساس بصمة اصبع تحت الشاشة متل الدارج اليوم الحساس على جنب مع زر التشغيل وانا شخصيا بفضله هيك وبالمناسبة حساس البصمة سريع واستجابته ممتازة الشاشة محمية بجوريلا جلاس 5 فيها فتحة بالاعلى لكاميرا السيلفي كمان لانه LCD ومانا اولد ما عنا شاشة دائمة بس عنا ضو تنبيهات بالاعلى وقت بتجينا تنبيهات معدل تحديث الشاشة 60 هرتز وهي نقطة ضعف لانه الدارج اليوم هو 90 هرتز اللي بتعطي تجربة افضل للالعاب بس 60 هرتز ما نقليل ابدا والالعاب مازالت كتير حلوة الشاشة حلوة وسطوعة كتير حلوة من 420 نت بالحد الاعلى لنت واحد فقط بالحد الادنى شاشة كمان فيها دعم HDR10 وهي عموما ممتازة لحضور الفيديوهات تخزين الداخلي 64 او 128 جيجا بايت مع منفذ كارت ذاكرة خاص مانو مرتبط بمنافذ السيم وسواء اخترته 64 او 128 جيجا بايت رح تاخده 6 جيجا بايت رام نظام التشغيل اندرويد 10 مع تخصيص شاومي اللي اسمه مي يو اي بنسخته ال11 سوفتوير عموما سريع واستجابته حلوة كتير شاومي عم تقدم تطبيقاته الخاصة للجاليري والمسيئة بس طبعا فيكم تستخدموا تطبيقات جوجل او اي تطبيقات اخرى تليفون كمان فيه راديو FM وكمان ريموت كنترول للتحكم بالتلفزيون او غيره من الاجهزة المعالج سناب دراجون 720 جي ثماني النوة مع ذاكرة 6 جيجا بايت متل ما ذكرنا المعالج جديد وعم يعطي اداء اعلى بكتير من سعر الجهاز للالعاب مثلا كتير ممتاز وعلى سيرة الالعاب فيكم تلعبوا قادما بدكم بفضل البطارية هائلة الضخامة 5020 ميلي امبير ساعي بطارية عن جد ضخمة وبتكفي التليفون يومين مرتاحين اذا ما شغلتوا الالعاب كتير الشحن سريع جدا والشحن اللي بيجي مع الهاتف سريع طبعا بده وقت اطول اللي يشحن البطارية بشكل كامل لانه ضخمة مو لانه بطيء بنص ساعة بيطلع من الصفر لاقل بشوية من 40% منجي على الكاميرا وهي من اهم نقاط قوة الجهاز كاميرا رباعية الكاميرا الرئيسية فيها بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.89 يعني ممتازة الاضاءة المنخفضة بس ما بنصح تصوره 24 ميجا بيكسل بالعتمة لان كتر البيكسل بيزيد الضجيج تبع السنسر بالنهار والاضاءة الجيدة الكاميرا الرئيسية عم تعطي الوان كتير حلوة دقة ممتازة وتباين ممتاز الكاميرا العريضة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 وخاصية تصحيح التشوه البصري اللي منشوفه بالعادة بالعدسات العريضة الكترونيا العدسة العريضة عم تعطي نتائج كتير حلوة ودقة وتباين ممتازين بالاضاءة الجيدة الكاميرا التالتة مو مخصصة للزوم البعيد مثل التليفونات الاخرى هي مخصصة للماكرو وهي كانت مفاجأة حلوة إلي شخصيا عم تعطي تفاصيل حلوة وصور مميزة الكاميرا الرابعة هي حساس العمق 2 ميجا بيكسل هذا بخلينا ناخد صور البورتري الحلوة مع العزل طبعا البورتري بتصور بالكاميرا الرئيسية وإذا كانت الإضاءة منيحة الصورة عم تكون ممتازة بالليل الكاميرا الرئيسية عم تعطي نتائج كتير حلوة بس مثل ما نصحتكم قبل شوي ما تشغلوا خاصية 64 ميجا بيكسل بالليل الصور حلوة وألوانها حلوة بسمعت ما شوي إذا بدكم ياها تكون أضوى شغلوا خاصية التصوير الليلي تعطينا تفاصيل أقل بس إضاءة أجمل بكتير كمان نصيحة ما تستخدموا العدسة العريضة بالليل ما بتعطي نتائج كتير حلوة على عكس الكاميرا الرئيسية وما بيشتغل معه تصوير الليلي السيلفي 16 ميجا بيكسل جميلة وغنية باللون والتباين بالفيديو تليفون بيسجل 4K لحد ثلاثين إطار بالثانية بالكاميرا الرئيسية بألوان جميلة جدا وتباين حلو الكاميرا العريضة بتسجل 10-80 وكمان بألوان كتير حلوة وتباين بس ما فيها 4K تثبيت الإلكتروني للصورة بيشتغل حسرا مع 10-80 بالكاميرتين وكتير ناجح فإذا لحتى لخصلكم أهم إيجابيات هاتف شاومي ريدمي نوت 9 برو هي التالية رقم 1 تصميم جدا أنيق رقم 2 سوفتوير سريع وسهل الاستخدام رقم 3 كاميرا ممتازة رقم 4 لسه محافظ على منفذ 3.5 لسه مماعات هذا الشي أنا شخصيا كتير بفضل رقم 5 منفذ لكرت الذاكرة مستقل عن منفذ السم 1 والسم 2 يعني فينا نستخدم 2 سم وفي نفس الوقت نستخدم كرت الذاكرة حتى نكبر الذاكرة الداخلية أهم سلبية هالهاتف رقم 1 غير مقاوم للمياه بالنسبة لي لي شخصيا هاي من النقاط المهمة رقم 2 سماعة وحدة خارجية للصوت الخارجي هي سلبية لكي بنفس الوقت هي سماعة متعوض منيح ما تخافه رقم 3 مافي شحن لاسلكي للي بيحبوا يشحنوا هاتفهم لاسلكيا بالخلاصة هاتف مواصفات متقدمة واداء متفوق وبسعر بمتناول الجميع للي عم بيدوروا على مواصفات الفلاكشيب وما بدون يدفعوا 8 الفلاكشيب هالهاتف أكيد مناسب للكون الشغلات اللي بتنقصوا ما رحسوا فيها نهائيا ومية بالمية مننصح فيه ومننصح بشراءه إن شاء الله يكون هالفيديو مفيد بالنسبة للكون شكرا لمتابعتكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وأنا بشوفكم بالفيديو القادم شكرا للمشاهدة